السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا بكم متابعين في كل مكان وحنبدأ النهارات مع بعض بشابتن نمبر فور. هنذاكر مع بعض اللي سونز وان تو ان سرين. ان شاء الله نشاههم مع بعض النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة. لكن قبل ما نبدأ احب انوى عن حاجة صغيرة طبعا انا باعتذر جدا جدا عن تأخيري في نزول الفيديوهات لكن زي ما انتم عارفين اني الفترة الماضية انا كنت بنزل فيديوهات علشان المراحل زي ست ابتدائي وربعة وخمس ابتدائي عليهم امتحانات فبالتالي انا كنت حابة اخلص معاهم هم المنهج الاول وبعدين اكمل معاكم. فبرجاء امحوني وان شاء الله كل الايام اللي جاية ان شاء الله حبدأ انزلكم فيها فيديوهات. يلا ما بعد نبدأ لكن ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. يلا ما بعد نبدأ اول حاجة النهاردة هناخد حاجة جديدة. والحاجة اللي هناخدها النهاردة هناخدها العام القادم والعام اللي بعد وكل السنة هناخدها لكن بشكل اكبر. فبالتالي لازم نكون فاهمينها من دلوقتي. عندنا النهاردة حاجة اسمها اسمها ايه? اسمها خاصية التبادلية. يعني ايه باختصارة? يعني لما انا اجي اقول لك اني عندنا اكيد كلنا عارفينها طب لو جيت قلتلك هتقول لي ايه يا ميس? ما عندنا اهي الفور كانت الاول حطناها في النص والتو كانت في النص حطناها في الاول. يعني انت يا ميس كل اللي عملتيا انك انت بدلتي. فبالتالي عندنا دي كده خاصية اسمها خاصية التبادلية. اني لما اقول لك هي هي نفسها لو انا قلتلك لو قلتلك هي هي لو قلتلك وطبعا الكلام ده بينطبق على فقط. يعني على الجامعة فقط. الكلام اللي انا بشرحه الاولياء الامور. نفس الكلام ده بنقوله لاولادنا. انا ما بقدرش ان انا اشرح في القناة بتاعتي واخاطب السن الصغير. علشان السن الصغير ده الاغلى منه او الاكتر يعني ما بحبش ان هو يقعد يتفرج على الفيديوهات. واكيد اكيد يعني هيكون نسبة ضعيفة جدا اللي هيفهم من الفيديوهات دي. تمام? فبالتالي انا بخاطب الام لانها هي اللي تعلم ابنها او تعلم بنتها. تمام كده? لكن ان شاء الله بدءا من العام القادم ان شاء الله حشرح منها كسنة تلتة. فمن خلاله ان شاء الله انا اشرح للاولاد. تمام كده? طيب تعالوا معايا هنا هتقول لي ايه? مع بعض هقول هطلع عندنا واقول يبقى عندنا كام? هقول له توالف. خلاص حلت دي وحسبتها هي دي زيها بالظاف. ناين بلاس ري اكوالز توالف. طيب هنا وان بلاس ايت. يلا معايا حابد ان انا احط الصغيرة على قدية اللي هو الون وحطها عند قول ايت واقول افتر ال ايت عندنا ناين. وان بلاس ايت اكوالز ناين. هي هي لما قول ايت بلاس وان اكوالز ناين. طيب هنا لما اجا اقول اني شايفين معايا يكتبها كده او يكتبها كده واحد. يلا معايا اطلع عندنا اول حاجة واقول افتر الفايف سيكس سيفن ايت. يبقى عندنا هي هي برضو لما اقول شايفين معايا? درس سهل جدا وبسيط. تمام? هنبدأ نحل بنفس الطريقة المسائل جي. تمام? تعالوا معايا هنا. بيتكلم عن هنتكلم عن التصبيقات العقلية في الجامعة وفي الطرح. لك عندنا مسلا مسألة زي دي. انا قلتلك خد الكبير. تمام? عندنا ده احطه احطه كده في عقلي. وابدأ ان انا اطلع الصغيرة على فعندنا افتر توني فور. هقول لك توني فايف توني سيفن توني ايت توني ناين. يبقى عندنا كم? عندنا الناتج. طيب. تعالوا ناخد كده واحدة كمان. وبعدين نبدأ ناخد الجزئية دي اللي هي الطرحة. هنا يلا معايا. هقول هطلع طبعا تمام? هقول هطلع عندنا السيفن. ادي عندنا وادي عندنا سكس وادي سيفن. افتر الففتي سرين. هقول ففتي فور. ففتي فايف. ففتي سيفن. ففتي ايت. ففتي ناين. عندنا كم? سكستي. يبقى انا حكتب كده سكستي. تمام? طيب هنا عندنا بيقول ناين بلاس فورتين. وحمسك الفورتين. تمام? وحطوها في دماغي. والناين. ادي عندنا كم? ادي اهو. يبقى افتر عندنا فورتين. ففتين. سكستين. سيفنتين. ايتين. عندنا هنا توني توني وان. توني تو. توني سري. يبقى كم? عندنا توني سري. تمام? يبقى انا بعلم ابني بنفس الطريقة ادي. ده بالنسبة. طيب تعالوا معايا في انا في بعمل ايه? بعمل بعد بقول عندنا علشان اجمع. اما هنا بطلع لقدام. اما دي انا برجع لورا علشان اطرح. يعني عندنا هنا بحلها ازاي? بمسك الفورتين سري دي. تمام? ده لما يكون عندنا هنا بمسك الفورتين سري دي وارجع لورا. ارجع لورا كام? ارجع لورا. عندنا حوالي سكس. يلا معاي. عندنا انا ممكن بدل ما استخدم ايدي ممكن اعمل اشرت عندنا كده كاما? اطلع وان تو سري فور فايف سكس. تمام? يلا معاي. فورتين سري. ابلها مين? ابلها فورتي تو. ابلها فورتي وان في سيرتي اين سيرتي ايت عندنا سيرتي سيفن. يبقى كام? يبقى عندنا الاجابة. تمام? ده بتطلب طبعا اني لازم يكون الطفل لازم يكون ابني او بنتي يكون عارف كلها بالترتيب. طبعا تمام? تعالوا معي هنا. طبعا انا برجع لورا. قد ايه? برجع خطوة واحدة بس. يبقى دي تحتها مين? تحتها يبقى عندنا حد يقول يا مست. طب ما انا ممكن اعلم ابني اقول وان ماينس وان اكوال زيرو. مش معاها حد هتنزل. هقول لك تمام. لكن احنا عندنا في المرحلة دي المنهج بتاع الوزارة اللي منزلها ان انا بمشي بالترتيب. ببدأ اعلمه زي ما شرحت دلوقتي كده. لكن بعد كده ان شاء الله في الفيديوهات القادمة في الفيديوهات القادمة هبدأ اعلمه الطريقة دي. وكمان عندنا مسلا ما اقول اعمل اب وكل الحاجات اللي احنا عارفينها دي. لكن احنا بنمشي واحدة واحدة. تمام? طب هنا. يبقى عندنا حنزل كم شرطة تحت? ادي وان تو سري فور فايف. يلا معي. توني سيكس دي تحتها مين? تحتها توني فايف. توني فور. توني سري. توني تو. توني وان. يبقى عندنا كم? توني وان. واحدة كمان. عندنا فورتي فور ماينس نين. يلا معي. كم شرطة? هعمل عندنا نين. ادي وان تو سري فور فايف سكس سيفن ايت نين. يلا معي فورتي فور تحتها مين? فورتي سري فورتي تو عندنا فورتي وان فورتي سيرتي نين سيرتي ايت سيرتي سيفن سيرتي سكس عندنا كم? يبقى حكتب هنا سيرتي فايف. تمام? طيب. سيرتين مينس سيفن حامل برضو سيفن عندنا وان تو سري فور فايف سكس سيفن. يلا معي. تولف اليفن تن نين ايت سيفن سكس يبقى كامل انسر هقول له سكس. تمام? طيب تعالوا نشوف اللي بعده. تعالوا معي بعد كده هنا في بتكلم عن حاجة اسمها بتكلم عن ايه? يعني ايه? يعني تفكيك. بفكك لحكتين. يعني احد. معناها عشرات. يبقى معي نمبر. النمبر ده ببدأ اعمله يعني ايه? بفككه يعني بحلله لحكتين. تمام كده? يعني ايه? يعني مثلا انا عندي هنا نمبر او تعالوا عندنا هنا. بيقول يعني حلل يعني حلل يعني عندنا هنا دي عبارة عن ايه? هتقول لي دي عبارة عن الاولينية دي. دي وانز. والفايف دي موجودة في التنز. طيب تعالوا نرسمها كده هنا. الناين دي عبارة عن ايه? عبارة عن ناين كيوبس ادي وان تو ثري فور فايف سكس سيفن ايت ادي ناين. تمام كده? دي ناين. اما الفايف دي موجودة في موجودة في التنز. يعني كام? يعني عندنا من التنز. تمام? احنا عارفين ان القلم الواحد اللي هو ده. شرحته قبل كده قلت ده عبارة عن ايه? الواحد من ده عبارة عن تن. ده تن ده تن توني سيرتي فورتي. تمام? اهي فورتي. فانا عندي هنا فايف. الفايف دي بانا حالسم فايف كولومز. ادي كده عندنا وان. تمام? ادي كده تو. عندنا كده سري. كده فور. وكده عندنا ايه? فايف. يبقى كده انا لسمت له فايف كولومز. تعالوا نعمل لها هو قال لك حللها. فالفايف دي موجودة فين? في التنز. بكم? عارفين عطور ان التنز ده بيكون بففتي. طيب ودي موجودة في بتنزل دي ما هي? ما لهاش حاجة. فهي عندنا طيب سيفنتي وان دي وان يبقى وان كيوب بالشكل ده. والسيفن حالسم سيفن كولومز. ادي كده عندنا كده وان. ادي وان تو وكده سري سري تنز يعني. عندنا كده هنا عندنا كده سكس تنز. وعندنا كده ايه? سيفن تنز. تمام? دي موجوده عندنا فين? في التنز. التعيدها بكام عندنا سيفنتي. الون منوجود فين? في الان. ده كام عندنا زي ما هو? بقية. كده انا عملت ايه? عملت له دي كومبوزنج. حللت ذلك. لقى عندنا لي. تنز ووان ده عندنا تنز. وده وانز. ده تينز وده وانز. شايفين معي? بالشكل ده. تعالوا نشوف اللي بعده. طب هنا. what is the value of the blue digit. بعدها ارى حول قيمة العدد اللونه ازرق. عندنا هنا سيكس. السيكس دي موجودة فين? عندنا دي وانز. دي تينز. الواقف الاول ده وانز. يبقى دي فين? في الوانز. طب الفاليو بتاعتها بكام? اول ما شوف وانز يبقى بنزل رقم زي ما هو? تمام? واللي موجود في التينز كام عندنا اللي موجود بالتينز? معناها يعني قدامه يبقى قدامها يعني زيرو. يعني الموجود في التين بكام. الوان بوان تين. الوان بتين. والتو بتوني. والفور بفورتي. فدي عندنا موجودة في التينز بكام? بففتي. طيب هنا الفور في التين بكم عندنا دي موجودة في الوانز بكم زي ما هي عندنا طيب اللي بتاعتها دي موجودة او بتاعتها موجودة في التينز يبقى عضو دي فين في الوانز يبقى mieux ها perder الباليو بتاعتها انها موجودة عندنا في التينز دي ها عندنا الوان في الوانز الفور عندنا في الفين في الوانز برضو بفور الفاين في التنز بكم بففتي عندنا الوان موجودة في التنز بكم عندنا بتن تمام شايفين معي درس النهار درس له البسيط اي حد تقف معا اي حاجة يكتب تحت فيه التعليقات وكمان انا عاملة قناة على التليجرام بنزل عليها شرح منهج الصف الثاني تمام تعالوا معايا هنا بيقول اول حاجة عندنا يبقى انا هرسم عندنا كده كام واحدة في التنز هرسم عندنا تمام ان كل واحدة من دول تمام وعندنا دي كيوبز ادي وان تو ادي عندنا ادي فايف تعال نعمل دي كومبوز دي موجودة فيهم في التنز يبقى عاطول عندنا والفايف موجودة في الوانز يبقى كام عندنا طيب هنا يلا معايا هتبدأوا ترسموا دي لوحدكم يبقى دي موجودة عندنا في التنز يبقى ودي في الوانز عندنا كام بسيفن تمام خلاص كده ما فيش اي حاجة تانية كده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة اتمنى من حضراتكم علشان اقدر استمر معكم وخلص لكم باقي المنهج كلكم تعملوه بس انكم تحطوا لايك للفيديو وتشاهدوا الفيديو مع اصحابكم اتمنى لكم التوفيق والنجاح ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو تانكس فلواتشن باي باي